هذه أبرز العناوين مصير وليد راكراكي مع المنتخب المغربي مرهون بمواجهتين وليد راكراكي يطر غضبا على نجم عالميا بسبب المنتخب المغربي بوشواري وموفق يبتعدان عن المشاركة في أولابياد باريس 2024 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مصير وليد راكراكي مع المنتخب المغربي مرهون بمواجهتين تظل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعمه بقوات الناخب الوطني وليد راكراكي خلال المرحلة المقبلة رغم تسجيله نتائج سلبية خلال المقابلتين الوديتين الأخيرتين أمام المنتخبين الأنغولي والموريطانية ورغم أن فئة كبيرة من الجماهير المغربي عبرت عن امتعاضها من اختيارات المدرب لدراكراكي والخطة التي يلعب بها أمام كل المنتخبات إلا أن هناك فئة أخرى تدافع عن المدرب وتذكر بأنه استطاع وضع المنتخب المغربي كرابعي العالم في مونديا القطر لكن يبدو أن الأزمة بدأت منذ بداية الكانن الأخير في الكودفورة لتتمدد بعد الإقصاء المبكر منها فهل يفوز رغراكي في المقابلتين الرسميتين القادمتين أمام الزامبيا والكونغو أم أن مصاره سينتهي قبل صافرة كأس أفريقية للأمم المنتظر تنظيمها في المملكة المغربية ولن تصبر الجماهير المغربية طويلا على وليد رغراكي خصوصا أن آخر هدف سجله لعب المنتخب المغربي كان في المباراة ضد منتخب زامبيا في دور المجموعات كان الكودفورة وأيضا فإن المنتخب المغربي مقبل على مقابلتين رسميتين شهر يونيو المقبل إن شاء الله أمام الكونغو وزامبيا وما تزال ارتدادات الظهور المخيب للمنتخب المغربي في المباراة الوديتين داد منتخب أنجولا ومريطانيا مستمرة إذ وجهت فئة واسعة من الجماهير أصابع الاتهام نحو الناخب الوطني وليد رغراكي باعتباره المسؤول الأول عن تدني المستوى لهجوم للأصود ما جعل المغرب يبحث عن بدل لرغراكي من خلال طرح عدد من الأسماء وهو ما جعل الجامعة الملك المغربية لكرة القدم تحسم الأمر وتجدد تقاف وليد رغراكي لكن أي تعطر في المباراة الرسمية القادمتين سيعني وبشكل كبير إقالة وليد رغراكي من تدريب المنتخب المغربي وليد رغراكي يطر غضبا على نجمين عالميا بالسبب المنتخب المغربي أكد موقع كورا أن وليد رغراكي مدرب منتخب المغرب مساء من تردد وممطلة نائل العناوي لعب لنسا الفرنسية بشأن تمتيل أصود الأطلس وتبعت المصادر نائل العناوي رفضت تواجد في معسكر منتخب المغرب الماضي بالسبب ظروف شخصية ونواها والدت نائل العناوي تلغط على اللاعب من أجل تمتيل منتخب فرنسا أما والده فيرفض ذلك ويصدر على لاعب ابنه مع الأصود والشددة الرغراكي تقابل منذ فترة مع نائل العناوي في فرنسا وتحدث معه حول أهمية تمتيله للأصود لكن اللاعب ينتظر استدعاء فرنسيا من أجل اللاعب في أولمبياد باريس أو يورا 2024 وأوضحت المصادر وليد رغراكي غاضب بشدة من تردد العناوي ووضع مهلة لحسم قرار اللاعب إما بتمتيل المنتخب المغربي أو الفرنسي بوشواري وموفق يبتعدان عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 ابتعدت تنائي المغربي المحترف في صفوف نادي السنتين الفرنسي بنيامين بوشواري وأيمن موفق عن المشاركة مع المنتخب المغربي تحت الثلاثة والعشرين سنة في أولمبياد باريس في الفترة ما بين الرابع والعشرين من يوليوز والعشر من غشة القادمين بعدما أوقعت القرعة منتخب المغرب في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا والمتأهل الثالث من ملحاق قارة أسيا وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات من مصدر مقرب من مدرب المنتخب المغربي الأولمبيط طريق سكتيوية أكد من خلالها أن حدود اللاعبين بنيامين بوشواري وأيمن موفق في المشاركة مع المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024 بدأت تتضاءل في ظل المنافسة التي يواجهنها من المحترفين في الدورية الأوروبية المختلفة مثل أسامة رغلي اللاعب فريق لهفر الفرنسي والزامل في نفس الفريق ياسين كشتا وفي هذا الإطار ذكر المصدر اللاعبان بوشواري وموفق سيجدان صعوبة من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 فحدة المنافسة بدأت ترتفع وهو الأمر الذي اعترف به المدرب طريق سكتيوية لأعضاء تقامه الفنية خلال المباراة الوديتين الأخيرتين داد منتخبات ويلس وأوكرانيا في تركيا خلال شهر مارس الماضي واتبع المصدر في الوقت الذي تراجع أداء بنيامي بوشواري وأيمن موفق هناك بالمقابل ترغل نواكشتا من ناديلوهافر يسيرا بتباتل من أجل ضمان الوجود مع منتخب المغرب في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس الصيف القادم إن شاء الله بفضل المستوى المقدم في بطولة الدور الفرنسية يذكر أن اللاعب يسانكشتا خدها هذا الموسم 26 مباراة في بطولة الدور الفرنسية مع ناديلوهافر وصنعت مرلة حاسمة واحدة وهو من المواهب الشابة التي يعاول عليها من أجل التألق في خط وسط المنتخب المغرب الأولمبية إذ يملك اللاعب المنحدر أصوله من مدينة تزنيت المغربية مؤهلة فنية وبدنية مميزة وفي المقابل يعتبر زميله اسمت أسامة رغلين خارج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم من العناصر الشباب التي تنتظر الجماهر المغربية تألقهم أيضا في أولمبياد باريس 2024 فرغم خوضي حتى الآن ثمانية مباريات فقط في بطولة الدور الفرنسي إلا أنها بإمكان ابن مدينة الدار البيضاء المغربية تقديم مستوى مميز في نهاية أولمبياد القادم في الصيف عام 2024 من دون أدنى شك فيلدا نستحق الفوز على الزامبية وحققنا نتيجة مقبولة من أجل خوض مباراة الإياب بضمانة جيدة أكد خورخ فيلدا مدرب المنتخب المغربي النسوي أن فريقه يستحق الفوز على الزامبية بهدفين الواحدة في رسم دهن بالدور الأخير من إقصائيات أولمبياد باريس 2024 نظر للمستوى الذي ظهرت به لبؤات الأطلس وقال فيلدا في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لقد كانت هناك تننفذية للغاية من طرف فريقنا مع العديد من الفرص السنحة للتسجيل التي أهضرناها للأسف أعتقد أنه مع الطريقة التي لعبنا بها فريقنا يستحق الفوز صحيح أننا أمضينا الكثير من الوقت في نصف ملعبنا والسجل عنا هدف لكنها نتيجة مقبولة لخوض المباراة القادمة بضمانات جيدة وتجرى مباراة الإياب بين المنتخبين يوم الثلاثة القادم إن شاء الله انتلقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة المغربية باير ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة نوسير مزروي تحدث تمسخ المدرب باير ميونيخ عن غياب لاعبه نوسير مزروي عن مباراة فريقه أمام هيندهايم بالدور الألمانية وأكدت تخيل أن فريقه سيفتقد لخدمة خمسة لاعبين في المباراة ويتعلق الأمر بكل من نوسير مزروي ومانويل نوير وليرويساني وكينغ سليكومان والإكساندر بابلوفيتش بسبب الإصابة وقال تخيل في المؤتمر الصعفي الخاص بالمباراة إنهم ليسوا حاليا في الفريق لأنه ببساطة غير ممكن وهم في فترة راحة بعد الإصابة التي تعرضوا لها وختم حديثها لن يتم المغامرة بهم في المباراة أمام هيندهايم فيما يتهلق بمباراة الثالثة أعلى للانتظار حتى يوم الاثنين ترجمة نانسي قنقر